أكثر من الحدث قصف صاروخ باليستي حوثي على مأرى بيقتل مدنيين والجيش يسقط بمسيارة مفخخة كانت تستهدف مصنفين غريفت في طهران بمحاولة الإقناعها بدعم الجهود الأممية لوقف النار في اليمن اختيار شركة عالمية للتدقيق في حسابات البنك المركزي في عدل وإجراءات الاستفادة من الوديعة السعودية تطيب أوقاتكم مشاهدين إنما كنتم وإلى الحدث اليمني والبداية من إفادة المصدر الطبي في اليمن بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في قصف حوثي بصاروخ باليستي استهدف مدينة مأرب وأعلن مصدر عسكري أن الجيش اليمني أسقط بعد دقائق مسيارة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف موقع سقوط الصاروخ بهدف إيقاع مزيد من الضحايا يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم واسع أطلقته ميليشيات الحوثي فجر الأحد باتجاه مأرب من عدة محاور حيث تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صرواح والكسارة والمخدرة غربي مأرب وفي جبهة الجدعان شمالا اشتركوا في القناة وكان تحالف لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة وأصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية وأكد أن ميليشيات الحوثية تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين كما أضاف أن التحالف يتخذوا الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني من القاهرة ينضم لنا العقيد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والاستراتيجي الإيماني أهلا ومرحبا بك سيئة العقيد سيئة العقيد مأرب وما يدور في مأرب في ظل متغيرات كثيرة لكن عسكريا كيف نستطيع تقييم الوضع الآن في مأرب نعم تقييم الوضع سأقييمه على مستوين على المستوى التكتيكي حتى نضع الجميع أمام ما يحدث في مأرب ومن ثم لا بد من ربطه بربط الموضوع استراتيجيا لأنه يصب في نفس الإطار ولا يمكن نزع إحداهما على الوضع الميداني تكتيكيا هناك هجوم واسع النطاق لم يسبق له أن يكون بهذا الحجم وبهذا الاتساع في المواجهة هناك هجوم من شمال الجوف حتى جنوب مأرب شمال الجوف في اليتمة والخنجر مرورا بشرق الحزم بدحيضة والجدافر وأيضا شرق اللبنات وصولا إلى الكسارة وإلى الجدعان وإلى الجهم وفي جبهة جنوب مأرب في حيود آل أحمد وفي الجبل مراد إضافة إلى تسلل جديد لأول مرة إلى وادي ذنع عبر جبهة بني ضبيان التي كانت محيدة تماما على الأعمال القتالية هناك هجوم واسع النطاق خطط له بدقة وتم بالتزامن مع هجوم صاروخي بالستي على مدينة مارب لإرباك الأوراق إضافة إلى مهاجمة عدد من قيادة المعسكرات إضافة إلى محافظة مارب وسقوط مدنيين وسقوط أيضا عسكريين في استهداف معسكر تداوين إذن كان هناك هجوم جوي أيضا بطائرات مسيرة أكثر من سبع طائرات حلقت منذ الأمس في سماء مارب أسقط منها ما أسقط إضافة إلى ذلك هناك هجوم في الاتجاه الآخر تماما في اتجاه الساحل الغربي وهناك تحليق لطيران مكثف للمسيرات الحوثية إضافة إلى هجوم على الجبلية وحيس إذن هناك هجوم عسكري حوثي على المستوى التكتيكي تم صد معظم الهجومات بمعنى صح جبهة مراد في مأمن وتم تكبيد الميليشيا الحوثية خسائر فادحة جبهة شرق الحزم أيضا تم تكبيد الميليشيا الحوثية الخسائر فادحة سواء في الجدافر أو في دحيظة وتم استعادة المواقع التي تم فيها الاشتباك كذلك في الخنجر المعركة على أشدها وهناك تعزيزات تصل تواليا هناك جبهة الخطر الحقيقي هي الجبهة المستحدثة من بني ضبيان من وادي ذنة إضافة إلى ذلك الهجوم المكثف على منطقة صرواح ومن الجدعان تحديدا كل هذه الأمور بالإمكان تجاوزها إذا ما تم إدارة النيران بطريقة جيدة حتى لا يقعوا في مزيد من خسائر الدخائر وممكن أن تحقق بعض الخلخلة في أحد الجبهة إضافة إلى ذلك لا بد من تدخل مباشر وسريع بطيران الأباتشي لحسب معركة مارب كون المرحلة حاسمة والمعركة اليوم ليست كما قبلها لأن وصولا إلى الوضع الاستراتيجي لأن معركة مارب اليوم لها أهداف استراتيجية أخرى سيدة الفاضلة أنت والمشاهد الكريم العمليات العسكرية هي تنفذ أو تحقق هدف سياسي معينة ليست اعتباطية وعندما تكون لا تحقق هدف سياسي فنحن نسميها عمليات قتالية وليست عمليات عسكرية العملية العسكرية التي تقودها الميليشيا الحوثية اليوم تأتي بالتزامن مع المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية بوصول المقعوثة الأممي إلى داخل إيران للتفاوض المباشر حول الملف اليمني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالملف النووي والملف الإقليمي ككل نحن اليوم نتكلم على أن هناك لاعب إقليمي سيبدأ الحديث حول ملف اليمن في ظل الصراع الإقليمي والصراع الدولي البريطاني والأمريكي سيكون حاضر لهذه المفاوضات ولا يوجد مفاوض يمني سوى الديمغرافية اليمنية والجغرافية اليمنية الجو سياسية اليمنية هي من تفاوض عن اليمنين فقط وإيران تحاول أن تحقق المصلحة الكبرى من هذا الموقع الجو سياسي الذي تحدثنا مرارا وتكرارا أنه هو سلاح الردع الاستراتيجي لإيران في معادلة التوازن الدولية ومعادلة الأمن والسلم الدولي لذلك الجميع سيرضخ لمطالب إيران لأنها موجودة بقوة في اليمن وتريد اليوم أن تحقق مارب مارب لتكون أقوى على طاولة الحوار هناك نقطة هامة جدا يعني معسكر تداوين واستهدافة بهذه الدقة الآن أليس دليل على أنه هناك ما زال هناك اختراق ورفع إحداثيات سيادة العقيد لم يعد هناك شيء مخفي سيدة الفاضلة لا يمكن في الوقت الراهن أن نشكك في داخل الصفوف بقدر ما يجب أن نعطي التقنيات حقها الطبيعي التقنيات التكنولوجيا العسكرية اليوم وتكنولوجيا الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستطلاع الجيد تضع كل هذه المواقع موضع رأي العين لا تحتاج إلى الكثير من العفقرية ولا تحتاج إلى الكثير من التساؤلات كل المواقع مكشوفة هو كذلك الحوثي مكشوف إذا ما أريد أن يتم توجيه ضربات قاصمة للميليشيا الحوثية والقيادات الحوثية ليست هناك خيانات داخل معسكرات تداوين أو معسكرات غيرها بقدر ما هناك تطور في الاستخدام التكنولوجي وهناك إدارة طيب ولماذا لا يقابله تطور أيضا في أداء الجيش يسيأت العقيد حضرتك أشرت إلى نقطة هامة جدا لا بد من تدخل الأباتشي الآن صواريخ تسقط على رؤوس المدنيين لم يعد الحديث يقتصر على رمال بل دماء هذا هو السؤال الحقيقي لماذا لا يمتلك إلى الآن الجيش طيران مسير لإدارة نيرانه لاكتشاف العمق الاستراتيجي للميليشيا الحوثية الذي تحشد فيه وتخطط فيه ومن ثم تبدأ بعمليات التسلل وعمليات التوجه لتنفيذ عملية هجومية الاستطلاع بالنظر لا يوفر أكثر من 2 كيلومتر يعني إلى 4 إلى 5 كيلومتر الاستطلاع العبر الطريقة التقليدية عبر العناصر الموجودة أو عناصر الاستخباراتية البشرية أيضا قد تكون معلوماتها شيئا ما قاصرة ولكن الاستطلاع الجوي هو أرقى أنواع الاستطلاع وأكثرها دقة وأكثرها أمانا ويعطيك أمان حتى مدى 120 كيلو وبالتالي يعطيك زمن إنذار مبكر اليوم الهجوم الذي حدث للميليشيا الحوثية عبر وادي ذنة لماذا؟ لأن الهجوم عبر جبهة شرق الجوف وشمال الجوف وغرب مارب تمر بمناطق صحراوية وبالتالي بمعنى أن الاستطلاع المرئي يعطي مسافة آمنة تصل إلى 10 كيلو وبالتالي يضع قواته أثناء الهجوم تحت مرمى نيران المدفعية والطيران وإنذار مبكر أيضا لذلك ولكن عندما يهجم عبر بني ضبيان أو عبر الجدعان فنحن نتحدث عن محاور اقتراب مستورة بالجبال وبالتالي تحقق عملية تسلل وتؤمن لها محاور اقتراب سوى باستثناء أثناء تحليق الطيران بالإمكان التمويه والإخفاء من عملية الاستطلاع بالطيران أو عملية الضرب بالطيران وبعد أن تقوم بعملية التحليق في إطار دائرتها المحددة يتم يعود التحرك من جديد وبالتالي وصول إلى خطوط التماس دون تحقيق ضربات محققة في خطوط الفتح أو في محاور الاقتراب التي تكون القوات فيه متجمعة وتكون في أضعف قواتها أما عندما تصل إلى مرحلة التماس المباشر فإن استهداف القوات يكون فيه خطر كبير وهذا ما تسعى إليه الميليشية الحوثية وتنجح فيه إلى الآن على الأقل أشكرك جزيلا الشكر ولكن قبل أن أشكر سيادة العقيد أشير إلى هذا العاجل التحالف الميليشية الحوثية التحالف اعتراض طائرة مسيرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية شكرا جزيلا لك سيادة العقيد الركن ياسر صالح المحل العسكري والاستراتيجي اليمني شكرا جزيلا أبدأ وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أسفه لإمكانية التراجع عن تصنيف ميليشية الحوثي كمنظمة الإرهابية مؤكدا أن ذلك يرسل إشارات خاطئة للحوثيين ويحثهم على مواصلة نهجهم التصعدي وانتهاكاتهم كما سيمثل هدية مجانية لطهران لتعزيز سياساتها التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية وأضح الإرياني أن إلغاء التصنيف سيشكل خيبة أمل لليمنيين ويساهم بإطالة أمد الانقلاب ومفاقمة الأزمة الإنسانية لا سيما أن صواريخ الحوثيين لا تزال تتساقط على رؤوس المدنيين في مأرب وتعز وطائراتهم المسيرة تهاجم دول الجوار على حد قوله إلى ذلك أصدر السيناتور الأمريكي الجمهوري توم كوتون بيانا بخصوص اعتزام إدارة الرئيس بايدن بإلغاء قرار تصنيف ميليشي الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وقال إن المتمردين الحوثيين مسلحين ومتدربين من قبل فيلق الإرهاب الإيراني في الخارج والحرس الثوري وحزب الله مشيرا إلى أنهم يطلقون الصواريخ على المدنيين والبحار الأمريكيين وهم يهتفون الموت لأمريكا وضف السيناتور بيانا لقد أغرق الحوثيون اليمن في حرب طويلة الأمد وإذا لم يكن هذا إرهابا فما هو الإرهاب؟ موضحا أن المتمردين الحوثيين تجاهلوا عملية السلام لسنوات ورفضوا احترام وقف إطلاق النار دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجيناي في الحجرة في إيران لدعم عملية السلام في اليمن بدلا من دعمها لميليشيات الحوثي مرحبا بتعين مبعوث أمريكي لليمن وقال إن مؤتمر إعمار اليمن مرتبط ببدء العملية السلمية هناك قرار من مقام المجلس الأعلى بتمظيم مؤتمر دولي لجميع الدول شريطة تبدأ العملية السلمية في إجراءاتها أو في مسارها الصحيح هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا نحن شاهدنا الحكومة اليمنية الآن تباشر أعمالها من عدن هذه خطوة مهمة سمعنا بالأمس تعيين مبعوث للإدارة الأمريكية الجديدة للشأن اليمني هذه خطوة أيضا مرحبة مؤمنين بأن الاستقرار اليمن مهم جدا بالنسبة حق الاستقرار الخليجي والاستقرار العربي نؤكد على ضرورة وقف تدخلات الإيرانية من خلال ميليشيات الحوثي في الشأن اليمني وندعوها إلى الانخراط في العملية السلمية وفق لمبادرة المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 وأيضا اتفاق الرياض وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتين غريفتس إلى إيران اليوم لإجراء محادثات بشأن إنهاء الأزمة في اليمن وقال مكتب مارتين غريفتس أنه من المقرر أن يلتقي بوزير الخارجي الإيراني جو الضريف وعدد من المسؤولين خلال زيارته التي تستغرق يومين مضيفا أن غريفتس سيطلب من طهران ممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ وقف إطلاق النار كما أشار البيان إلى سعي غريفتس للتنسيق مع المسؤولين الإيرانيين لاتخاذ إجراءات الإنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية في اليمن من القاهرين ضموا لنا الدكتور فارس البيلي الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني أهلا ومرحبا بك دكتور فارس دكتور فارس السيناتور الجمهوري ودعني أقتبس تحديثه الآن إذا لم يكن ما يمارس من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن إرهابا فما هو الإرهاب؟ مساء الخير أسمى والمشاهدين الكرام هذا التصريح مهم للغاية ويبدو موضوعيا بشكل كبير ويوصف الحقيقة التي تتعامى عنها الآن الإدارة الأمريكية الجديدة لصالح أغراض سياسية ليس لها علاقة بالقيمة الحقوقية والإنسانية وبالشرائع على الأقل التي تتبناها الدولة الأمريكية في العالم أتصور أنه لا يمكن إغفال هذه الحقائق ونحن الآن نحاول أن نقترب من تصريحات تتحدث عن أو اتجاهات تتحدث عن السلام بشكل أو ما لكن إذا خلق السلام بمعية كثير من النقاط التي لا يمكن الركون إليها بمعنى أننا الآن نتحدث أو نسمع من الإدارة الأمريكية أنها تريد أن يحل السلام في اليمن واتخذت خطوات على أساسها لكن هي تغفل الحقيقة الكامنة الأولى في أننا في اليمن لدينا مشكلة أن هذه الميليشيا ليست في إطار الحقيقة أو في إطار حقائق السلام بالمطلق هذه الميليشيا نشأت على النار وبالتالي لا يمكن أن تحيا بغيرها تموت إذا انطفأت هذه النار التي تشعلها هذه الميليشيا هذه الميليشيا خلقت مع البارود وبالتالي لا يمكن أن تعيش إلا إذا استمر هذا البارود واستمرت في إطلاقه ما الحدود أو التصورات التي تراها الإدارة الأمريكية الجديدة لخلق السلام في اليمن أنا أتصور أنها ما تزال حيثيات بعيدة المدى تجانب الحقيقة وإذا ما أصرت على أن يكون هناك نوع من السلام عبر هذه التصورات التي تقوم على لعب الأوراق السياسية فأتصور أنه سيكون سلاما هشا سلاما لا يقود إلى استقرار حقيقي في اليمن إنما سيكون مجرد محطة لانتقال الصراع من نقطة إلى أخرى في الأخير البؤرة الصراع ومشكلة الصراع تكمن في الاستراتيجية أو استراتيجية المشروع الإيراني القائم على التوسع في المنطقة والذي يتخذ من إشعال النار في كل المنطقة وسيلة لهذا التمدد وقد نجح في ذلك دون إنكار دكتور فارس نجح في ذلك موقع اليمن الجغرافي الآن وشوكة في خسرة الجزيرة العربية بالكامل ليس فقط على مستوى المياه الإقليمية وإنما حتى على مستوى الجو السياسي العام إيران الآن تستخدم اليمن كورقة ضغط وورقة تفاوض مباشرة كيف يمكن تجاهل ما يحدث الآن وأصدقاء وشركاء الولايات المتحدة في ضرر مباشر أيضا منها أنا أتصور أن حالة الضبابية الآن التي تسير عليها الإدارة الأمريكية الجديدة هو كان متوقع أن تسير على هذا النسر لكن نحن نخشى أن تكون الآن تقدم الخطوة المشابهة لخطوة الاتفاق النووي الإيراني في عهد أوباما عندما منحت ميليشيا الحوثي الضوء الأخضر مثلها مثل الميليشيات الأخرى والأذرع الأخرى للنظام الإيراني لأن تتوسع وأن تتقدم وأن تسقط الدولة في اليمن مقابل أن تحصل الإدارة الأمريكية على توقيع الملف النووي الآن الإدارة الأمريكية تقدم هذه التسهيلات لإيران وتتغاضى تماما أو تبرأ ميليشيا الحوثي من كل هذه الجرائم إذا ما رفعت هذا التصنيف بالمقابل ترسل إشارات معينة بسيطة لحلفائها في المنطقة في أنها ستقف معهم لكن أنا أتصور أن هذه نوع من المخاتلة في السياسة التي لا تقوم على حقائق معينة ما لم تتضح الصورة كاملة في الرغبة الكاملة للإدارة الأمريكية في تصورها الحقيقي لإدارة الصراع في هذه المنطقة فأعتقد أننا أمام نوع من الدبلوماسية التي ستضيع بشكل أو بآخر عبر سنوات طويلة لم تحقق أمريكا طوال العقود الماضية اختراقا حقيقيا في مشكلتها مع إيران بسبب هذه الدبلوماسية التي تقوم على التوازنات الهشة هناك توازنات عديدة هناك قواعد للصراع السياسي أتصور أن هذه الإدارة يبدو أنها تعود إلى القواعد التقليدية والإجراءات التقليدية في معالجة هذا الصراع وبالتالي الآن تشكلت حقيقة مختلفة وهي أن إيران لا يبدو أنها ستتنازل عن هذا الطموح ولا يبدو أنها ستحجم عن إشعال النار ولا يبدو أنها ستكف عن الإيذاء ما لم تؤسس كل المبادرات وكل الخطوات وكل الخيارات في لجم هذا التوسع وفي هذه الحالة المتوحشة من قبل النظام الإيراني وفي إفقادها أو في نزع مخالبها فأعتقد أننا أمام نوع من تأجيل الصراع أو على الأقل نوع من نقل الأوراق من منطقة إلى أخرى هذا بوضوح لأنه لا يبدو أننا الآن أمام حقائق يمكن أن نقول أو نركن إليها في أنها ستحدث اختراقا حقيقيا في المشكلة اليمنية بالإضافة إلى أنه ما تزال الصورة القاصرة التي تؤكد أن المشكلة في اليمن هي صراع سياسي وأن علاقة الحوثيين بالنظام الإيراني هي علاقة تعاطف نوعا ما أو علاقة ليست العلاقة الجذرية أو العلاقة التي هي يعني يثبتها اليوم موقف واحد فقط دكتور فارس يعني موقف دولي واضح جدا زيارة غريفتس إلى إيران ماذا بعد؟ يعني خلاص الآن بصراحة بصحيح العبارة وبصريح العبارة إيران هي من تمول إيران من تدفع إيران من تأذي إلى لحظتنا هذه ما زالت طائرات مسيرة ترسل إلى السعودية صحيح وهذه الزيارة تأخرت وربما تحاشها المبعوث الدولي في الحقيقة صحيح هي أول زيارة له وهو اختزل المشكلة اليمنية في تصوراته الخاصة اختزل المشكلة اليمنية في الحديدة واختزل الصراع اليمني بين الحوثين والشرعية بينما الحقيقة تقول أن إيران هي المتسبب وهي جذر المشكلة كان ينبغي أن يتوجه منذ اليوم الأول إلى إيران لو أراد لكنه تحاشى عن ذلك وأعتقد أنه يريد بهذه الزيارة أن يعيد الأضواء إلينا ما سمح به الوقت دكتور فارس الحديث معك شايق شكرا جزيلا لك دكتور فارس البيل الأكاديمي ومحلل السياسي اليمني شكرا لك وجه رئيس الوزراء اليمنية الدكتور معين عبد الملك باختيار شركة أرنس أند يونج العالمية لمراجعة وتدقيق البيانات المالية للبنك المركزي في عدن وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن عملية المراجعة والتدقيق ستشمل أيضا أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي خاصة التدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية ورفع تقرير وتوصيات بشكل عاجل تأدي هذه التوجيهات بعض رصد خبراء دوليين عمليات لتلاعب وفساد في البنك المركزي بعدا تحديدا حين استخدم جزء من الوديعة السعودية في غسيل الأموال في مأرب تسلمت الحكومة الشرعية أسيرا حوثيا يبلغ من العمر 16 عاما مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية سلم الأسير الحوثي عن طريق الصليب الأحمر بحضور ممثل الحكومة اليمنية وممثل هيئة حقوق الإنسان وهيئة الهلال الأحمر يذكر أن عمليات إعادة تهييل للأطفال الذين يتم احتجازهم في جباهة القتال مع ميليشيات الحوثي تتم في المركز التابع لمركز الملك سلمان في مأرب قبل تسليمهم إلى أسرهم وبرعاية من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية دشنا في العاصمة المؤقتة عدن مشروع تمكين الأيتام في محافظات عدن ومأرب والمهرة والذي يهدف لدعم ألف يتيم حيث بدأ المركز بتنفيذ عدة مشاريع من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية وتوفير الاحتياجات الأساسية التعليمية وتوفير منحة نقدية شهرية لمدة سنة كاملة ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي التفاعل معها على موقع القناة الإلكترونية الحدث دوت نت أينما كنتم دعواتي لكم بالسلامة ترجمة نانسي قنقر